السلام لبنات ومرحبا بكم في قناة ام تاميم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى اخير انا الحمد لله في نعمة الروتينتا اليوم بديتوا معاكم الصباحة ديالي كما اشتوا في الكوزينا اراني ديرها تشحيحة لشريتها سويسوة مع الدخلات على المسيد بس كالابا لننخرج ندي تاميم ساعات نجيبه وباما شي يوميا ما كنوالي نخرج انا يدي متقوبة في المصرف على بالي باللي راح ننصرف بزاف ايبان درت هذا التحدي هذا تعميئتي يوم ان شاء الله يا ربي نكملو ونشري واشراني متمنية في قلبي فالا راني اشك فى كنكون خارجة يكون عندي الصرف ولا نحطوه فى تشحيحة قبل ما نخرج بس كعلى بالي لو كان نخرج انوالي بلا هادوك الدراهم هادي ناصيحة مدها الامهات اللي يدهم متقوبة كي حالتي يديروا تشحيحة وقبل ما يخرجوا يرموا لداخل يخبو هذيك المصيري فاخر من اللي يكلوهم من نوم فالا هايلك الكوزينة كيفاش صبحت لي كل حاجة من الضماء واللي تنخدم شغلي فالليل ما نكدبش عليكم غير نعشي ولي داتي ونرقدهم انوالي نتفاقد كامل حالة نشوف الصالون الى ليجوين نرفضهم نشوف الكوزينة الى كاش حاجة نخسلها المهم ربي قدرنا هذا ما كان على بنا باللي يعني دخل مدراسي هذا راح يخلطنا كامل البروغرام ديالنا في الغي سي بيون تحضر حبات اولاد الجاج مع كاس تحضر السكر الكاس تحضر في 220 مليلتر مغرفة كبيرة على فاني تقدروا تزيدوا مبشور الليمون الرشة تحضر الملح ما ننسوهاش وحطيتهم في البيتخاء بالفوي يدوروا ولي يطلعوا كيمالاجينواز يعني يخلوهم يدوروا 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 حتى ينشوفوا هذيك الخالي بتاعكم ولا بيض والسكر داب تماما هذي ناصي حنمدها لكم باش ينجح لكم الكروكي من بعد في نفس الكاس درت نص كاس تاع الزيت هذيك الزيت نضيفها على زوج دفوعات والبيتخاء راهو يدور يعني ما نحبسش كامل ندفع اللولى ونزيد الثانية مور ما يتجانسوا لي كامل نضيف كاس تاع الحليب على زوج دفوعات الحليب يكون معتادي لمشي من التلاجة بارد ومشي سخون يغلي اهنا بعد ما تخلطوا كامل هذي المرحلة بزاف مهمة لبناء تتبعوني باش المادلين تعكم يطلع ليجاكي حطيتو معاكم في الانستغرام كامل بعد تولي الله يبارك كيفاش حتى تنفخ لك هكا اعطينا الوصفة انا اليوم قدرت لكم المونتاج باش كامل تجربوها بالنسبة للفارينا هنا نحية الفوي نستعمل غير الاسباتيول باش ما نحبطوش الكميات على الفارينا نقعد نقلب ملتحت للفوق الفارينا راح ندير زوج كيسين ونصف ضفت الكاس اللولاني مع كيس تاع خميرة كيميائية ونضيف الكاس ثاني نغرب لهم هكا باش ما يجونش حوبيبات في العجينة تاعنا وندخل الخالط ديالي بسباتيول ملتحت للفوق ملتحت للفوق غير بالعقل انا هنا راني مزربة لفيديو سيبوخ ساكو تشوفو فيها نزرب زدت هنا شفت بلي الخالط تاعي مراهوش يوالم ضفت له نصف كاس تاع الفارينا واحد اخر كلش كلش زوجو نص هادي هي البنات نخلط كامل العجينة تاعي حتى وين تحصلوها العجينة ليس ما يكونوش في هادوك الحوبيبات تتخلط كامل الفارينا في هاد المرحلة نحبسو هاوليك القوام اللي لازم نتحصلو عليه انا هنه يوج درت جبت هاد المول هادا تاع الكوب كيك هادا درت في هلي كيسات وراني نعمر بالمغرفات على كخام اللي ما عندهاش تدير مغرف عادي يعني كل وحده تدير بوش متوفر عندها بما انو راني نعمر فيهم حنحشيهم بقطعة شوكولة حبيت نقول لكم بلي اليوم يا حبيبتي كاينا رابط جديد تاع الواتساب هاداك العمل من المنزل اللي راهو داير ضدجة كبيرة في اليوتيوب عمل حقيقي ما راحاش يسرقوكم ما راهم شي يكذبو عليكم منتوجات طبيعية مية بالمية الجميع وحده راهي حابة تسترزق نقول لك ديري النية والدخلي في الرابط سقسيهم كامل وش حبيتي يعني اي سؤال جا في بالك سقسيهم كيفاش تخلصي كيفاش حتى تكوني اعضاء كيفاش حتى يقولي انت يا يعني عندك جروب وانت تقولي مدربة انشاء الله يا ربي وفق كل وحده هاد المشروع يعني الخلصة دياله تبدأ من ربع ملايين الى كنتي شاطرة اكيد راح تخلصي 6 تخلصي 8 تخلصي 10 ملايين في الشهر غير مدار ما تخرجي ما تديري يعني مجهودات كبيرة تسحقي غير الواتساب انترنت وتسوقي للمنتجات ديالهم غير مدارك هنا كما شفتوني كملت المادلان ديالي كانت قعدت لي العجينة هذه الكمية راح تخرج لكم 15 نحبة مادلان شوف الله يبارك اكو شفتوا في الكيسات ما عمرتهم ش ملح يعني درت 3 ارباع دياله وكيفاش تنفخوا ما شاء الله التزيين اختياري انا كنت درت لي بي بيتو شوكولات لزامون ديفيلي وكين حبيبات درت لهم السكر اكيد نقسم معاكم حبيبه هنا نسيت كامل هاد المقطع حتى الغدوة من ذاك المادلان قريبه خلاص باش تفكرت باللي ما قسمتلكم ش حبيبه شوفوا يجي من اروع ما يكون يجي الشاي يدروح وكيم ما المادلان تعبره يعني ما يجيش جين واضحة كخفيفة لا لا يجي هادك المادلان المزير هادك اللي شايد روحه انا نحب هادك القاوام هادك شاهدكم في الجنان تمنى من قلبي تجربوه اللي تجربوه تبعت لي في الانستغرام ولا في الصفحة ديالي في الفيسبوك من بعد حبيباتي نحيت المادلان مطريق الافطار كنت هندير حاجة خفيفة في اخر الفيديو تعارفو رحت باش ندير تغيير في غرفة نومي كنت ديجا شاركتكم مشتريات كاي اللي قالوا لي امتامي انتي يوتيوب كامل يوتيوب استضلوا تبدلوا وماني اكو تجيبوه في الدراهم ومع لبالي شوشنو شوفوا يا حبيباتي انا لو كان ما تحتمش علي يا الله من بدلوا يغيدوا وليو كاش غيدوا هذا اكو شفتو كيفاش من تحتارهم مقطع راههم طاشي بالسبيغة كايين ديطاش لي ما حبوش يتنحاولي وهاد الدخلاني شوفوا كيفاش راههم مقطع اه اه امبوسبل يعني نقعد بحاجة مقطع في داري ريدو مقطع ولا راشي ولا لازم نبدلو شحاله هو مقطع وشحاله هو في راسي حتوين وليت ما نقدرش نصور لكم يعني التاقة ولا نصور لكم شوفوا هنا يا ليتاش اه لو كان ما تحتمش ما راحش نبدلو لبنات وان بلوس بدلتو بحاجة يعني بسيطة ما راح تشريت حاجة كبيرة ولا كنت ساوى ديجا من قبل لي كاش غيدوي اللي حقوحت المليون وثمنمية مليون وستمية انا ما نقدرش على هادك يعني المبلغ هادك سيبوخساش شريت هادا لكاش غيدو هادا الريدو هادا اللي يجي من الداخل في البلون بالباج هادا كنت شريتو 150 الف من باجر راح يعني السعار بسيطة تقدر اي وحدة فيكم ما عندهاش ولا كما نقولو زوالية تلمي في تشحيحة وتروحي تبدلي كاش غيدو ديالك عادي ماشي لازم مبالغ كبيرة زوالية شريتاني هادا ليدو كاش غيدو هادو ما من باجر راح كيف كيف من واحد الحانوتي بيع يعني القماشات هادا 200 الف زوج بميتين الف يعني كاش غيدو تاعي كامل سقام لي 350 الف هادا ما كان خيرت هادا اللون البغيك هادا بسكويت والم على شمغ تاعي ما غنز يد لون خريفي لون تعشتا اه يعني حاجة شباف والا انتو ما قولو لي رايكم في التعاليق شوفوا جاني طويل من تحتا راح نقص له هادا اليامات ان شاء الله لازم اديه الخياطة نقص له من تحت وهاداك الوسطاني نقص له من الفوق تاني تغيير البنات اللي كنت درتو في غرفة نومي هو هادو ما اللي بغوغ دو دغا راكو تشوفو هنا معايا واحد فاقط مي هادا لاباش تعمير كوتو دغا راهي ديرا بخومونسيون هبال ما ترطوهاش يالبنات سوختو العرايز سوختو اللي كرهت اللي دغا تتاوعها اللي خلاص تشاولها تمرمدو لها تقطعو لها انقول لك ابروفيتي من هادا بخومونسيون بسكو ما راحش زيدي تلقيها في كل بلاسة هادلا باجميغ كوتو دغا راهي ديرا كاتبارور دو دغا يعني ربعة اللي دغا بمليون اللي راهي تجهز اللي رايحب تبدل انقل لك عليك وعلى الصفحة اللي راني حطتها لكم في صندوق الوصف وفي اول تعليق وراهي تجوز معايا هنا ربعة اللي دغا بمليون ما حاش زيدي تلقيهم سوختو في هاد الوقت هادا يلي راهي كلش يزيد يعني اللي ما بروفيتة شدوكا بلك على تخوة مواكات موا تلقي ربعة اللي دغا بزوجملاين المهم اول باغوغ دو دغا اللي راح نوريها لكم ادات لي عقلية البناء تشوفوا رجعتني واندي غي عروسة عند هاي ومين زواج والله غير تهبل تهبل وشوفوا لي لا فينيسيون اهم حاجة تهمني هي لا فينيسيون والاتقان في العمل شوفوا لي هاد الصفحة ما شاء الله شوفوا ديك الخياطة يعني يعني نوري لكم بعيب يعني بعينيكم تشوفوا مشينو نحن نفرشها وبعدا نوريها طالعة وبعدا انتم تكماندي وتلقاو الخياط وتلقاو تشرشيف وتلقاو هاد اللي باغوغ دو دغا فيها السي بياس كيما كامل اللي دغا لاوس مع زوج مخايد وعندكم ادغاء مع زوج مخايد وحد اخرين شوفوا لي لاوس شحل كبيرة فيهم زوج مترات على زوج مترات لاوس زوج مترات على زوج مترات يعني المضربة التاعكي لها كانت كبيرة راحة الجيكس واسوا كيما انا المضربة ديالي ماشي زوج على زوج جاتني كبيرة الله يبارك ودخلتها في ليكوتي عندكم تاني دجوتي هادوما دوكا نروح لتغيير الثالث ونكمل معاكم الباغ دو درا كيفاش خرجتلي تغيير الثالث هو كنت شريت هادوما لدي صندولي هادوما كيف كيف من باج الراح مية وخمسين علف ثلاثة بمية وخمسين علف خفاف يهبلو كين قع الألوان قع الموديل وتاني يتغسلو في الماشينا انا يساعدوني بالبزاف بس كي نخسل بزاف كسوال دي صندولي ولا زرابة ولا ليدغا نخسل بزاف ونبدل بزاف المهم حطيتهم في ليكوتي هادوك الزوج صغار يجو واحد من واحد من والكبير يجي في الوسط اكيد نشارك معاكم هذا المنظر هذا اللي دالي عقلي اللي رجلي كيشاف الشامبه حلف مقلي ماشاء الله راهي اتهبل شوفوا الكاشري دو كيفاش جاني لا بغدود غاب بكو بلوس هي اللي زادت النص في الشامبرة شوفوا لي ما شاء الله القماش يتلاوح يتكركر تتغطى ينتي وولادك وجيرانك ويقعد القماش ما شاء الله كما قولو غيانا ديق بالنسبة للنوعية تعلق القماش هو القماش تعل فيتنام يعني الكوتون تعل فيتنام كاليتي تعلق القماش روعة روعة ماشي ذاك القماش السخونة ذاك القماش النيلون ذاك القماش الساتيني لا لا هذا قماش من اروع ما يكون يعني اكدت لي صاحبة صفحة بالليل قماش ماشي تعل فيمين اللي راهم يشروع والخياطات ويخيطوا به هذا القماش مستورد من الخارج شوفوا كيف شجاء يعني روعة روعة تسنيم هي اللولا اللي دشناتو كي مع وايدها دكارة سنشارك معكم الربعة اللي كنت خيرتهم خيرت هذا البلانت على القلوبة هذا الغاز بالنواغ اللي شحل شبابي البنات روعة وتاني هادك الوسطاني الغاز هادك كيف كيف غاز بالبلو بزاف شباب والفاغ هادا اللي كنت كمانديتو مع اون كوات الكوات تاني دوك نشاركها معاكم وهادو ما اللي يدغى ان شاء الله في الفيديو الجايين ما زال نزيد نبرتاجيهم معاكم هكا باش كامل تستفادوا وتشوفوا لي موديل اللي عندها ننصحكم تزوروا الصفحة ديالها بسكو لي موديل تشوفي موديل تنسيخوه من اروع ما يكون شوفوا لي هاد الفيديو هادا اللي بتبلي كامل النظرات على شامبغ ديالي ولا تتبين لي كبيرة ولا تتبين لي واسعة ولا تتبين باهية فريمان انا لشامبغتاعي جاية في الماران نحب هاد اللي كولور اللي باهيوها مش هادوك اللي كولور اللي يزيدو يفنسيوها اماجيني ولي عندها ينشام في البلان ولا راح تزيد النص بلان في البلان انا نموت على البلان بسكو البلان يبين النقا يبين الحاجة طوب ديو طوب ها لها القوة ديالها عندكم شاك قوة ديالها عندها القوة ديالها يعني تحبي تشري كوات مع قوة ديالها تقدري تشريهم اصوختي هكا باش كتفرشيهم فشتا يجو اصوختي من اروع ما يكون تسنم هنا الكشرودة ديالي كما نعيط لها راهي الدور والدشن اللي في ليدغا والدشن في الكوات الكوات هادي لبنات فيها 240 سنتيماتخ على 250 يعني زوج 43 على زوج 53 الله يبارك كبيرة ما شاء الله من الداخل فيها لافيبغ سيليكوني لبنات مش اللي تحبط تغسلوها عادي ما تحبط متبوجين بلاستها وشوفوا لي هادك التطرح ديالها يعني اللاوات الداخل ولا لا فيبغ سيليكوني اللي قوت لكم عليها محكومة بإحكام ما تزغد لكم ما تهرب لكم بلاستها ما والو الكوات كي مارا كو تشوفوا فيها دبل فاس الفاس اللولانية اللي هي سيمبل على لون لاوستع الدغا ولفاسات التانية اللي هي امبخيمة كي مالدغا التعنا شاك الدغا عنده الكوات دياله الجميع وحده مهتمة ونغمال ما شاك دغا عنده الكوف غولي ما تلاسي دياله هكا باش كي تحبو تخدموا حاجة اصغتي تلقاو يعني لشوة فالا هات الصفحة ننصحكم من قلبي جميع عروسة ولا ماشي عروسة ولا حبيتي تبدليليك ولا لوليداتك بس كي تخدم من كلش من كلش المهم هذا هو كان التغير ديالي ان شاء الله يكون اعجبكم هنا الفطور كي ما قلت لكم كون درت حاجة خفيفة سني وقارنطيت الله الله شهيدكم في الجنة حمرتها بالطبع وشان جات ببنينا بالكمون وش نحكي لكم الوصفاني كتبتها لكم هنا يا هنا اكيد نقسم معاكم بعد ما طابت سخونة طحنا عليها كنز زوج في الدار سيبو خصال لازم نطيب الفطور كي ما يكون ش راجلي في الدار يعني ندير حاجة خفيفة ساعة وشي قعد لي ملعشة ساعة يعني وش جات ناكله فالا ايبا هنا يا هايليك في صحن التقديم شهيدكم في الجنة بزف بزف بنينة وتوحشناها هكا القارنطيته بالهريسة وش نحكي لكم الحمدولي الله على النعمان تمنى اليوم ان شاء الله يكون عجبكم الروتين ديالي خلولي في تعالقكم اللي لحقت له هنا ومازل ما دارت ليش الجام نقول لك ديري لي الجام فضلا وليس امرا وبرتاجي الفيديو تاعي في اللي غوب في اللي باش فيسبوك مع احباباتك هكا باش كامل نستفادو وما تنسوش تذكروهم بلاب خومو اللي ما لازمش نرطيوها كامل اهنا البنات لحقنا لنهاية على الروتين ما بقى لي غير نقول لكم تهلوا في روحتيكم تلقوا في روتينة جديدة ان شاء الله السلام سلام من حبكم متعليكم من سوش جامتا ماما بونوي